هذا البرلمان لو نتذكر انتخب وكان ينبغي عليه أن يوفي على امتين مشروع قانون يصدرهم في خلال الزوائد صح يا دكتور؟ أحس ألف أن وده يعني لأنه كان في فراغ تشويري ده استحقاق دستوري كان لازم تعمل ذلك لأن أنت عدت في الفترة من أول حل مجلس الشعب الذي كان اسمه مجلس الشعب في عهد الإخوان ثم ظل هذا الأمر لحد سنة 2016 فأنت كل القوانين التي صدرت بقانون من رئيس الجمهورية عدل منصور صدرت بمشروعات قانون كان لابد للمجلس الكبير مراجعتها مراجعتها وأصدارها نعم والموافقة عليها بشكل نهائي وأساس كلية كلية فبالتالي هذا المجلس تحمل عب كبير جدا أصدر ألاف بالظبط وبعد المتين القانون دول تقريبا في أسبوعين كان عليه أنه يصدر مشروعات قانون كثيرة جدا في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة والطوارئ وحاجات كثيرة جدا والخدمة المدنية فعلى عب عال يحسب له أنه رغم كل يعني المجلس طبعا لم يكن مجلسا ملائكيا كان فيه أخطاء وكان فيه سوء أداء في بعض الحاجات خصوصا فيما يتعلق بالإخراج السياسي لكنه للأمانة هذا المجلس لابد أن نشكرها ونشكر الدكتور علي عب عال سواء خرج وصار عضوا عاديا أو رئيسا للجنة الدستورية لكن هذا مجلس الفات ينبغي أن نقوله شكرا على جهد العامة لابد أن نشكره